بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدة محمد عليها أفضل الصلاة والتمنى التسليم يعطيك العافية شباب تحياتكم جميعا اليوم إن شاء الله رح يكون شغلنا كله نظري لأنه حنفوت في خاصة في جزء جديد في الجزء الجزء اللي رح نحكي عنه اليوم هو جزء جديد اسمه شجرة القرار فجزء اليوم بما أنه احنا في فيلد المحين ليرنينج المحاضرة السابقة كانت بتحكي عن فما حبينا نفوت بالتفاصيل كثير في الماتماتيكال الخاصة في لأنها خاصة بفيلد فاليوم حيكون شغل إن شاء الله على نتعرف عليها نشوف شو مبدأ عامل شو تباصيلها أمبارحة عطيت عنها مقدمة ولامحة بسيطة أثناء الشرح في محاضرة فاليوم نشوف حنفوت فيها بعمق أكثر ونشوف شو الغاية من هدف وجود اللي هو الدسجينتري الدسجينتري يا شباب هو تحسينات تمت إضافتها على تحسينات على أساس بتعتمد مبدأ الدسجينتري إنه كيف ممكن أنا أعطي هذا الماشين وهذا هاي الألخوريتم مجموعة أسئلة وأخلي الألخوريتم هو يجاوب على هاي الأسئلة بناء على هاي الأسئلة هيعطيني هو إما طبعا الدسجينتري إحنا بنقدر نشتغلها مش بس كمان هي بنقدر نستخدمها مع بناء أو بيست داتا ست اللي أنا بيتعامل معها لكن أنا بعطي مجموعة قراءات مجموعة على أساس هو بدي يبلش يقارن مبيناتهم ويعطينا على أساسهم الجواب يعني أو يعطيني إنه هذا البيت مثلا أو هاي الشغلة هي سعرها كذا أو كذا دسجينتري هي تحسينات على الكلاسيفيكيشن تم لي أضافتها جديد في عندكم بالكلاسيفيكيشن شرحت لكم كثير عن هذا المبدأ إنه أنا عفوا إنه أنا في عندي قيم X وفي عندي قيمة Y فالX هي عبارة عن الأتريبيوت بينما Y هي يعني هي فالX هي يعني يعني بينما Y هي الكلاس أو اللي هي الـ أو فرصة إنه يعني من خلال هذا الشابتر يعني نتعرف ونعمل زي للمحاضرات السابقة لغاية ما أوصلنا الجزء اللي أنا بدي هو وقلنا إنه ممكن إن أنا أستخدمه مع العديد من المشاكل الممكن نواجهها سواء إن كانت في قضية السبام إيميل حتى إنه أنا أعمل سبام يعني العديد من الأمثلة اللي بيطبقوها على قضية اللي هي السبام ما بدي أفوت بالتفاصيل هاي يعني كيف ممكن بصير أو بناء على الموجودة هنا أو قيم X بدأ تنبأ في فبناء على هذا أو على هذه اللي هي الداتا هتنبأ أو بناء على مجموعة أسئلة أو مجموعة تفاصيل بعطيها للمشين هو على أساس ورح يعطيني هنا قاعد بحكي لك إنه في عملية سبلتنج بصير للداتا في الترينينج والتست فأنا بدرب على جزء كبير من الداتا بالعادة وأكيد بالسوبرفايز التكنيك إحنا ذكرنا أنه إحنا بنقدر ندرب على جزء كبير من الداتا وبنظهر قيمة و وبعدين نعمل تست فإحنا بنعطي قيم X بس Y ما بنعطي هي وبنخليه يتنبأ لنا في Y لحتى نقارنها في Y تست اللي أصلا مخفية عن اللي على أساسها رح نطلع اللي هي القضية الشباب اللي في مجموعة أو اللي بيستخدموه في تكنيك هم رول بيست ما بنا نتعقد كم في هاي لأنه في اش ما سلس رول في الان سوفر بايش تكنيك ما بنا نتطرق لها نتوارك اللي خذناها بالأمس هو أحد أجزاء طبعا أو نتوارك هو مجموعة لكن اليوم إن شاء الله سيكون شغلنا على قضية جديدة اسمها اللي هي رح نتعرف عليها إن شاء الله طيب الشباب كمان بيحكي عن قضية إنه أنا كيف ممكن أقيم أو المجرس البرفورمس إنه أنا كيف ممكن أقيم الموديلز اللي أنا بشتغل عليه بناء على مجموعة باختصار بحكو لهم سواء كنت بحكي عن الأكوريسي بريسيش ريكول أب سكور وان أور الريت أو سم أو أو في عندي الأكوريسي بيطلع بناء على إيش اسمه اللي هما بالمقارنة ما بين أي بمعنى آخر القيم أو القيم الأصلية الموجودة عندي مع قيم اللي طلعت عندي الباختصار أنا بدي أحاول أوصل لنقطتنا الأساسية وفي محاضرتنا اليوم هي قضية الدستجن في الشباب هي مبنية على أساس الشجرة فبالعاد يكون في عندي الي هو الي هو بكون أعند اللي هو بحكه الروت نوت يعني جذع الشجرة يعني زي جذع الشجرة للموجود له هنا هاي جذع الشجرة أنا بعطيها مجموعة قراءات بعطيها مجموعة معطيات خلينا نقول على أساس هاي المعطيات لـ في الديسجين تريد حيتنبأ لي يعني حيتوقع أو حيصنف النتيجة اللي حتكون عندي يا آآ يا لأ يا يس يا نو أو تكون عندي مثلا سعر مثلا لبيت معين أو يعني قيمة فيها لكن هاي الجزء الشجرة بتفرع منها مجموعة نوت فهذا اسمه الروت نوت أو البيراند بتفرع منه نوت هذا النوت عشان هيك هي هي سموها ديسجين تري لأنه هو أنا بيكون عندي جذع لهاي الشجرة وبتفرع منها مجموعة نوت هاي النوت كمان بتفرع منها يعني هي تعتبر اللي هو الروت نوت بينما إني هاي الأفرع أو هاي النوت بتفرع منها كمان أفرع ولكن هاي الأفرع لربما أن يكون إلها نهاية ها يعني فرع إلو نهاية بحكوله leave note أو بحكوله end note يعني أنه هاي الفرع أو هذا النوت أو هاي الورقة من هاي الشجرة ممكن كمان يتفرع منها كمان note لكن لربما أنه هذا النوت يكون leave note أو يكون end note وممكن أنه النوت الثاني أو child of child يكون إلو كمان note وبتفرع منه لكن الأجزاء اللي ما إلو فرع بحكوله leave note يعني النهاية وبيدي أعطيكم مقدمة هيك سريعة لحتى نحاول نشبك الأفكار مع بعض أنه دائما إذا أنا كنت بأفرع لهاي الشجرة واتفرع منها أكثر من note والnote يتفرع منها كمان note المنطقة اللي فرعها بينتهي اللي بحكوله leave note أو end note دائما في عالم الجسد الجريب بيكون is very pure يعني بيكون نقي بينما إذا صار في عندي splitting يعني إذا صار في عندي splitting لnote ثاني بالحالة هاي راح أقول أنه هو يعني very impure يعني إشي لسه مش نقي فأنا بدي أحاول أوصل لأبعد درجات النقاء في هاي الشجرة فدائما هاي ملاحظة بس خلوه عندكم ملاحظة سريعة حتمر معنا كلمة الـ pure و impure أو بحكوله high degree pure يعني أنه يعني هو نقي جدا أو بحكوله low degree pure أو بحكوله low degree impure أو بحكوله اللي هو high degree impure يعني الصلاحات والمعاني هي كثيرة لكن بكتنتبهوا أنه دائما إذا كان في عندي leave note يعني النوت خلص نهاية هذا بحكوله pure فهذا بأدي عندي إلى أنه يكون accuracy عالي لأنه أنا وصلت لنتيجة نهائية ما حيصير فيه ضوضاء ولا حيصير فيه عملية computational mathematical زيادة فهذا حيأدي أنه حيكون عندي المنطقة نقية فأنا وصلت لقرار ونتيجة أنه يا yes يا no يا أبيض يا سود عشان يقبح كله pure يعني منطقة نقية حنشوف عليها مثال أنا يعني هذا الشابتر جبته من الكتاب في المشيل ليرنينج حلو جدا وبيفصل لنا قضية decision tree بشكل مفصل وبشكل أكبر هسا هنا حطي example على decision tree أنه أنا بدي أعطي offer لحد يريد يشتغل مثلا بشركة معينة بناء على salary فهذا بحكوله root note زي ما أنا حكي root note يعني أنه هو parent يعني الجذع أنا إذا أعطيته أقل إشي خمسين ألف أقل إشي خمسين ألف حينفصل عندك ل two note يعني أنا بدي الآن أعمل classifier هل حيعمل decline offer يعني حيرفظ العرض تبع الشغل أم حيعمل accept offer يعني offer حيقبل فأنا على أساس salary بنقسميندي ل two note يا yes يا no إذا قلت يعني إذا كان على أقل خمسين وفوق خمسين ألف وفوق حيروح حيصف حيصير في هيندي الآن splitting يعني حيروح نوت ثاني بينما إذا كان أقل حيعمل إشي اسمه leave note هيا leave note يعني حيعمل end note فالمنطقة هي بتكون pure يعني خلاص اتخذ قراره decline offer يعني حيرفظ الأفر وخلاص لكن إذا قبل الأفر حيطنع عندي note جديد على أساسه هيعطيني أنه commute more than one hour يعني أنه هل هل أنه هذا الموظف الذي أريد أن يقبل الأفر هل أنه المسافة التي سيمشي فيها أو الطريقة التي سيمشي فيها أو المواصلات ستأخذ معنى أكثر من ساعة إذا yes سيعمل decline offer يعني سيبرط فوق العرض لكن إذا كانت أقل من ساعة أو كانت no يعني إذا كانت yes معناته ما هيقبل العرض لكن إذا كانت no معناته حينتقل للnote الجديد فحيصرف عندي هنا leave note يعني حيكون منطقة عندي pure يعني أنه خلاص اتخذ القرار والclassifier يعطاني التي يجي بشكل أسرع لكن إذا كانت no معناته هو حينزل للnote اللي بعده للورقة الثانية أو للشايد الثاني في عندك offers free coffee يعني هل أنه الشركة فيها مثلا coffee blush مثلا إذا كانت yes هو الآن بناء على هاي المعطيات حيقول لك accept offer يعني أنا حق بل العرض لكن إذا كان لا حيعمل رفض لهذا العرض ها حيعمل رفض هسا هذا المثال عد أنا وياكم ننتقل على بناء على هاي داتا سيت في عند مجموعة داتا سيت في عندك defaulted power اللي هو اللي على أساسه ها يتنبأ أو يعمل classifier هل أنه حيست أو هل أنه متخلف عن السداد أو لا بناء على مجموعة قراءات في قيم X حياتي classifier هل أنه هذا العميل حيسد القرض تمام ف يعني حنشوف مع بعض كيف طريقة الخوارزمية بتشتغل في decision tree ومن أهم الخوارزميات اللي بيشتغلوها في decision tree اسمها hands algorithm لكن حنشوف على أساس هذا المثال كيف تشتغل هاي الالغورثم تمام طبعا هو مفصل العملية واحدة واحدة لكن ححاول أني أنا هنا أفسرها بشكل يعني أبسط وبعدين حنطبقها بشكل practical على paint نرسمها ونشوف كيف تشتغل عندي هاي الالغورثم هنا في عندك يعني بناء على test data يعني أنه أنا بعد ما دربت الآن رح أعطي قيم X ورح أخفي عنه قيمة Y فهنا بيقول لك هل أنه هذا العميل طبعا هنا yes no yes يعني أنه متخلف عن السدات no يعني هو مش متخلف عن السدات تمام فعندك هنا yes يعني هل أنه يملك بيت home owners يعني يملك بيت تمام إذا كان يملك إذا كان إذا كان no إذا كان no معناته هو يعني متخلف عن السدات لكن إذا إذا كانت مثلا قيمة إذا كان yes مثلا هو يملك بيت معناته حيعمل splitting هنا صار عندي leap note الآن حيصرف لنود جديد لأنه نهاية الآن حيعمل splitting للنود الثاني تمام حينتقل الحالة الاجتماعية أو الحالة الزوجية له هل أنه مريض متزوج أو هل أنه طبعا بصير فيه ترتيب يعني ما بصير أقول مع المريض وال لحال لا يعني منفصل أو مطلق أو غير مرتبط أو مريض هس على هذا الأساس كمان حيعمل بناء على الدخل السنوي تمام هنا حيطيك هل أنه متخلف عن السدات أو لا فهنا عمل بناء على الحال الاجتماعية وقال أنه أنا وعندي هنا مرد إذا كان هو مرد معنا هو مثلا هو مش متخلف عن السدات تمام يعني هو مثلا لا يملك بيت لكن هو متزوج يعني إذن هو هيكون مش متخلف لكن إذا كان وعنده أكبر أو أقل من 80 ألف معناته هو مش متخلف عن السدات لكن إذا كان أكبر من 80 ألف معناته هو مثلا هو متخلف عن السدات طبعا هو مفصل هنا العملية مفصل للجواب ما سيكون عندي هنا النوع معناته سيكون بناء على الحالة الزوجية أو الحالة الاجتماعية بعدين سينتقل الدخل السنوي والآن بعطيك أنه مثلا أو تم تعيين أنه يعني مش متخلف عن السدات هو نوع طبعا هنا حكينا أنه بصير عملية ويقول لك أنه دائما التراينج بيكون تدريب على حجم كبير من الداتا سيت بينما سيكون على حجم صغير وبالعاد بحكو 80 20 يعني 80 و20 هو تستي فأنا هدرب على 80 بالمئة بعدين رح أعطي قيم X ولكن رح أخفي عنه قيمة Y لأن قيمة Y ستكون يعني هي اللي حقارنها مع أو اللي سيطلع عندي فحعمل الآن على أساس قيم X لكن سيطلع قيمة Y وحيطلع عندي الآن جديد أو قيمة Y بحقولها على أساس سيطلع بحقولها 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 حقارن ما بين القيم 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 الأصلية مع اللي صارت عندي وعلى أساس هيكون عندي هو حيكون عندي الأكيروسي أهم الخوارزميات ذكرناهم قبل شوي أنه في عندي مجموعة من الألغورتم لكن أهم الألغورتم هي هي أهم الخوارزمية بيشتغلوها في ومن أشهر الخوارزميات لكن أهم هم اللي هي هانتس الألغورتم هي اللي بتم تطبيقها لكن هانتس الألغورتم هو بتمشي على قانون بحكي يعني بمعنى آخر إذا كانت القيم تتماشى مع قيمة معنا تعمل يعني خلاص وقف يعني أنه هون المنطقة أو بينما إذا كانت هذا يعني ينتمي إلى يعني ينتمي إلى إذن إعمل للداتا لحتى توصل نبسطها بالبلد نقول أنه ظل ظل عندي عملية تكرارية لحتى أوصل للليف نوت فمثالا على هذا المثال نشوف إذا في هايو هايو حال هو المثال لكن أنا هذا المثال بنا نوصل إلى هذا الجواب بناء على هذه الصورة ونشوف هل اللي إحنا حنشتغل على البينت حيطين نفس هذا الجواب فخلونا لأي أساس جاعة طيب أول واحدة الدفولت عندي خلينا نمشي على ال-ID اللي موجود قدامكم أنا عندي ال-ID كم عندي طبعا الدفولت هنا إيش اسمه اللي هو إيش اللي هو دفولت جب حسا الدفولت الدفولت equal no هلا الدفولت equal no هقول كم عندي أنا الدفولت equal no يعني كم عندي no هقول واحد اثنين ثلاثة اربعة خليكم معي هون ركزوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة إذن أنا هقول ال-Defult no equal 0 سبعة طيب الدفولت عندي أعطى اس كم واحدة واحد اثنين ثلاثة أنا بحكي عن الكلام إذن ثري سبعة ثلاثة معناته الآن خلينا أجي على home owner حقول أنا عندي home owner home owner يعني مال عنده بيت اختصار home owner هسا عندي هنا default زي ما احنا بتركين او ال-home owner بنقسم عندي إلى قسمين على أساس السبعة والثلاثة بنقسم عندي إلى قسمين يا إما yes أو no هسا default 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 هاي D صار من default equal no وهنا هنقول كمان أنا عندي default هاي D equal كمان no no هسا بدي أشوف إنه كم وحد yes كم وحد yes ها أعطت no فرح أقول كم هاي واحدة هاي ثانتين هاي ثلاثة إذن أنا هنا رح أقول three three هم وحد yes أعطت أعطت دفلت no هم وحد yes أعطت yes في هاي yes بس كانت no وهاي yes كانت no معنات هون رح أقول zero ما عندي وعدا إذن أنا بالحال هاي هعمل إش اسمه leave no leave no يعني هاي المنطقة is very pure يعني هي منطقة يعني نظيفة pure معناته أنا حاجة على no الآن كم وحدة no أعطت no ها كم وحدة no أعطت no فرح أقول كم وحدة هاي وحدة هاي ثنتين شو كمان هاي لا هاي أعطت yes هاي ثلاثة هاي أعطت yes هاي أربعة إذن رح أقول كم وحدة no أعطت no تمام فرح أقول كم طلعا طلعت هنا طلعت أربعة طلعت طيب كم وحدة no أعطت yes كم وحدة no أعطت yes فرح أقول كم وحدة عندي no هاي هاي ال yes نشوف yes هاي وحدة هاي no أعطت yes هاي وحدة بعدين هاي هاي ثلاثة إذن أربعة الثلاثة فرح أقول هاي المنطقة is very or high degree impure يعني منطقة لسه مش نقية أنا بحاجة خلاص هاي no معنا ما رح أشتغل عليها يعني على قضية غضية ال yes ها كم وحدة yes أعطت no ما رح أطرق لها الآن بدي أجي على no كم وحدة no سوت كذا تمام يعني قضية ال yes الآن انشطبت ما رح أطلع على yes رح أطلع على قيم no اللي هنا كم بيعطوك إذن أنا بهاي الحالة بحاجة إني أعمل splitting بدي أقول ما مريض أو divorce هس دائما يا شباب بصير في عملية ordering لازم يكون في ordering كيف يعني بنظم المريض خليه على جنب يعني متزوج لحال و يعني المنفصل واللي مش مرتبط خليهم لحال يعني خلي في ترتيب ما تعجق الدنيا يعني زي مثلا ما تقول مثلا 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 large أو small medium large x large بدك تنظم بدك تقول small medium large ما بصير تقول مثلا small large بعدين medium بعدين x large لازم تكون منظم فإحنا الآن بدنا نروح على الحالة الاجتماعية فحنجي هنا الآن هذا هذا حيؤدي إلى أنه يكون في عندي نوط جديد لهم الحال أو الحالة الاجتماعية ها مريتل state الآن على أساسها سنقول بهذا المنطقة أنه أنا سنظم هنا أقول أنه أنا عندي هنا single تمام وعندي ما اسمه هذا الذي هو default يعني single يعني الذي ليس مرتبط والمطلق وهنا سيكون عندي الذي هو المير يعني المتزوجين حقول له الآن الـ default هنا equal no وهنا كمان حقول الـ d equal no الآن في هذه المنطقة بدي أقول كم واحد single or default يعني كم واحد single or default or default أعطت no خلينا نشوف بس ما بتطلع على اليس خلص انساها يعني ما بتطلع على هذه ما بطلع بدي أقول كم واحد هو no وهو single تمام أعطت no ف رح أدور هنا رح ألاقي هاي واحدة هاي واحدة هاي لا هاي أعطت yes انساها هاي واحدة هاي yes ما رح نطلع لها هاي كمان يسم رح تطلع لها هاي ما بزبط ما بزبط هاي معناته كم أعطت واحدة أعطت واحدة هاي اللي هي no single no ف رح أقول هنا إيش رح أقول one طيب هاي كم واحدة كم واحدة من single أعطت yes بس هي يعني هون هي no بس هون أعطت ويكون single or default طيب خلينا شو هاي يعني من عند النوع طبعا انسوا yes خلص عمل لي هاي عمل لي خلينا نطلع من هون عطت ني هون single هاي لأ أعطت نوع أنا بدي لأ دور على ال yes خلينا ندور هاي ال yes هاي واحدة هاي ثن هاي ثلاث إذن one في one by three هاي by three هاي بقولولها يعني high degree pure المنطقة هاي إذن أنا بهذا المكان يعني بحاجة نعمل splitting كمان بحاجة نعمل لما توصل للقيم zero يعني واحدة من توصل zero خلينا نجي هنا نشوف على المتزوج اللي أعطت no هس هنا خلينا نقول كم واحدة no هنا في المرت أعطت no هاي هاي واحدة تمام شو كمان عندي هنا هاي لا إن سهل لأنه yes هاي تنتين هاي هاي تنتين هاي ثلاثة ما نعمل تحق هنا three هاي three طب كم كم واحدة في المرت هي no وأعطت yes خلينا ندور خلينا نجي من هنا هي no أعطت yes هاي yes هاي هاي مش تابعة للمرت هي لا default طب هاي مش تابعة للمرت هي للsingle وها للsingle إذن إذن راح تكون عند التقيم إذن هاي high degree pure يعني low degree impure ما لآن بدي أعمل splitting للمنطقة هاي بدي على أساس إنه هو no هو no وهو single or default على annual income بدي أشوف وشو رح يعطي نتيجة لكن بدك تنتبه أنه أنت هون القراءة في bonus بأقول لك مش تأخذ الوسيط خذ المتوسط فلما جم لما رتبناهم رتبناهم لقيم أنه المتوسط من عند خلينا نقول اللي هما من عند الثمانين من عند الثمانين المتوسط تمام مش الوسيط مش مجموعة القيم على العددها المتوسط تمام الميديا على أساس هذا الأساس هعمل splitting على أساس إيش اللي هما مين هعمل على أساس annual income هاي A في I يعني annual income لكن أنا بالطرد أعمل هنا splitting لحتى ما توصل المنطقة للليب نوع يعني هاي أنصار حاجة هون هقول طيب أوك هقول هون الآن على أساس اللي هما أقل من 80 وعلى أساس هنا اللي هما الأكبر من أو يساوي 80 نشوف بس أنا الآن بحكي عن إيش طبعا أكيد هتكون عندي هنا بالشكل هذا وهاي كمان هتكون عندي الديفولت هاي الديفولت إيكوال كمان النا هبلش الآن أجه ها خلينا نأخذ هذا هيك نأخذ هذا نأخذه لتحت خلينا نأخذ طيب نجي الآن نشتغل على موضوع المنفصل واللي المش مرتبط والمطلق الملد خلص خلص منه ليش لأنه أعطاني هنا شو أعطاني لاب نوت فأنا الآن قضيت الآن على النو لمين للسنجل والديفولت فخلينا نقول شو في عندي إشي هنا يعني إشي نو في السنجل وكان أقل من 80 نو في السنجل وكان أقل من 80 وأعطت نو فرح أقول هنا نو سنجل أقل من 80 هي 70 هاي واحدة هاي هاي واحدة هاي واحدة ها طيب شو كمان عندي هنا ندور هنا نو وكان وأعطت نو هاي لا هسا هاي مرت ما بتزبط هاي أعطت لا هاي 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 أعطت يس وكمان أكبر من 80 لا هون نشوف نو هاي 90 هي أكبر من 80 وأصلا هي أعطت يس إذن حيكون الجواب عندي شو هنا حيكون الجواب عندي إنه هاي هي نو أقل من 80 أعطت نو إذن ون طيب شو في عندي إشي مآن نو وهي وأعطت يس بس هي أقل من 80 فندور على هي 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 مش أقل من 80 هي 95 لكن هي بما إن هي مش أقل من 80 وأعطت لا تحصل ليش لأنه أنا بدي أقل من 80 إنساها نجي ندور كمان على إش في هاي الياس عندي هي نو ولكن هي 85 مش أقل من 80 إنساها طيب عندي الياس ساي أعطت 90 أعطت 90 وأعطت إذن إنساها إذن شو رح يكون الجواب هيكون الجواب هاي اختصار من D يعني أوكي هاي أعطت خلص انتهت طب خلينا نشوف الآن على النو اللي أعطت أكبر من أو يساوي 85 ندور شوف عندي هنا إش أعطت نو هاي مرت لا هاي نو تمام 70 لا ما تزبط عندي هنا هاي مرت ما تزبط هاي نو دي بورس أعطت هنا 95 لكن أعطت يس فما رح تزبط معي أعطت يس أنا بدي نو طيب نشوف شوف عندي هنا هاي يس انساها هس نو 85 أوكي بس أعطت يس انساها أنا بدي يعطيني نو طب خلينا نقول هنا نو مرت انساها لأنها مرت نو سنجل أعطت انت سب أعطت يس انساها معناته أي إش أعطاني نو أي إش أعطاني نو وأكبر من الثمانين ما ما في فراح أقول هنا زيرو طيب نشوف إش في السنجل أو المرت هي كانت نو وأعطت ني يس ندور أعتقد طلعها معنا قيم كثير خلينا نشوف هي هي وهي نو أكبر من الثمانين معناته هاي واحدة طيب نشوف الثاني شوف عندي إش يس كمان هاي يس مثلا هاي أعطت 85 هي 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 نو هاي ثنتين نجي هنا هاي نو هاي أعطت يس مين أكبر من ثمانين هي نو أعطت ثلاثة إذن أنا عندي ثري ها المنطقة هاي صارت لي فنو صارت لي فنو مبدأ عمل على أساس هذا المبدأ على أساس هذا المبدأ على أساس هيك بتشتغل طيب لو نطلع الآن عنه هنا حلاق إنه المثال اللي احنا طبقنا على paint هو نفسه يعني جوابه هيكون هيك يعني هم عاملين هيك هاي default 7 3 خلينا نشبك الصفحتين جنب بعض تمام هاي عندي default 7 3 امشي شوي home owner يد إذا كانت معناته default ستكون no default no طبعا إذا كانت هيعطيك 3 صارت very impure يعني منطقة كثير نقية إذا الآن في قيم جديدة ستصير عندما 4 3 إذا أنا بحاجة عمل splitting فروح عمل splitting الآن على الحال الاجتماعي على البي فبلش على موضوع هل إنه مثلا single ولا كذا فنظمنا مع المرج فصار عندي هنا single مع المرج أعطاني هنا 1 3 1 3 وهنا أعطاني 3 0 3 0 الآن عمل كمان على موضوع يعني هنا أعطتني 1 3 و 3 0 فصارت عندي هذه المنطقة هي leap node الآن سيعمل splitting على annual income بناء على أنه أقل من 80 أو أكبر من 80 ألف مثلا فصار هي no فأعطتني 1 0 وهنا شو أعطتني 0 3 طبعا هنا هما بس يعني هيك مشارحين مش فعايتين بالتفاصيل ونقارنين وكذا فأنا حبيت أبسطها بطريقة هاي فأعطتني لي نعط طيب هيك بتشتغل هاي الخوارزمية لكن تتميد على مهم جدا في عملية حساب إنك تحدد إنه هذا المكان حيكون هو تتميد على مبدأ بحكولهم جني و هنشوف هما أعتقد موجودين معنا بهذا الشاكتر هنشوف كيف اللي بتصير عنا في هاي الخوار الرسمية لكن هما تمشي على ثلاث مبادئ أشهرهم طبعا أشهرهم في اللي بيستخدمون حنمر فيهم إن شاء الله بالتفاصيل وحنشوف كيف بتمشي عندي هون بحكي إنه كيف بتم عملية طبعا أكيد هي بناء على نوع و بناء على ممكن إنه يعمل تقييم للتست الموجود عندك في عندك المتوقف هذا المتوقف إذا كانت يعني إذا كانت كل القيم تنتمي إلى المتوقف أو شبه قريب إلى المتوقف هنا احنا بنعمل خلاص و بتكون عندي القيم هي أو بتم في تم عندي سواء كانت أو بناء مثلا على المثال الصادق أو المثال السادق هنا بيقول لك موضوع إنه الاتريبت إنه البروسيس اللي بصير عندي أو الماتماتيكال أو الكجبس عندي بيست عن اللي هو اتريبت بيكون بعض الحين يعمل بايناري بايناري يعني يعني بتكون عندي القيم يا اما zero ابيض يصود أو قيم ما إلها معنى يعني أبيض أحمر أصفر مثلا 1 4 6 أو 2013 يعني قيم ما إلها معنى قيم ما بتأدي إلى يعني قيم ما إلها معنى أنا بد إيا أو مثلا كاتيجوريكال باليو أو ألوان يعني إلى آخرين original يعني أنه أنا قيم لكن هاي القيم لازم تكون منظمة زي مثلا good very good extra لازم تكون القيم مرتب أو مثلا زي ما ذكر قبل شوي مثلا small medium large extra ما بصير أنه أنا أعجقهم يعني أقول مثلا small بعدين أو أقول large بعدين medium بعدين extra يعني ما بصير أعجق الدنيا لازم تكون منظم و continuous number يعني أرقام لها معنى أقول مثلا 20 زائد 30 زائد 60 معناته هاي القيم هتعطيني نتيجة لها معنى بدي هاي القيم بدي هون بقول لك multiple splitting ممكن يكون عندك يا منك تقول single deposit merit أو تقول binary splitting تقول مثلا merit لحال مثلا و single deposit تكون مثلا لحال بس لازم تكون منظم يعني مرتب الشهور و إذا موجود هنا نشوف بالله آه هاي طلع بقول لك عندك هنا لما تجي بدك تعمل splitting مثلا يا بتقسم بتقول small medium large extra large أو ممكن تقول small medium large extra large لحال لكن ما بصير تقول small large بعدين تقول medium extra large يعني لا ما بصير تكون عملية splitting مش منظمة لازم يكون تنظيم فيها طيب هنا بحكي عن موضوع binary أو multi value أو multi splitting اللي بتصير ما تطلعوا على هاي التفاصيل أنا بدي أوصل أنه إياكم لا قضية على أي أساس بتصير عملية الحسبة أو على أي أساس أنه أنا كيف ممكن أني أعرف أنه أفضل split أو أفضل فصل بصير علي أساس انتبه معي يا شباب أنا عندي جندر طبعا هذا مثال عام له قيل لك مثلا أنه c zero zero one يعني كم واحدة تمام يعني هون عندي جندر إذا كان يس يعني ميل كم أم هنا أعطت c zero وكم أم أعطت c one فلو نطلع هنا رح نلاقي أنه ميل كم six بس أتأكد هنا لا فأعطت هنا c zero يعني أعطت six بينما c one يعني أم أعطت c one نشوف هون هاي أم هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاثة هاي أربعة فأعطت أربعة هس يعني في ميل c zero يعني في ميل أعطت c zero هاي واحدة ثنتين ثلاثة أربعة آيوة هاي سي ون فرح نشوف هنا واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة فأعطت ستة يعني هس هذا الكلام بحكيك لك يعني أنه إذا كانت زي هيك القيم هاي دي كري ام بيور فرح أضطر أعمل سبلتينج الآن بناء على c zero على الكار يعني بناء على الميل ها بناء على الميل نوع السيارة هي فاميلي ولا سبورت ولا يعني 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 النوع أو طبيعة السيارة بناء على بناء على الميل أو بناء على c zero للميل الفاميلي كم أعطت مثلا والسبورت كم أعطت تمام لاحظتوا كيف فبصير هسا بعدين بصير على الكار اي دي أو الكستومر اي دي يعني عاملي سبلتينج ببضل عملية سبلتينج لحتى نوصل ل كلاس على أساس ه يعطيني انه ايش هو النتيج او الكلاس فعال هسا هنا بقول لك impurity 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 يا شباب يعني أسوأ إشي وإذا قل لك pure يعني نقية impurity يعني انه المنطقة مش نقية يعني هاي المنطقة انه هاي very impure فأنا راح اضطر اعمل فأي اشي انا بضطر اني اعمله يعني معلوها هي يعني كثير نقية لكن اذا كنت مضطر اني اعمل راح اقول انه يعني منطقة مش نقية لان انا حطر اعمل سبلتنج فحيكون في اندي ماتماتيكا كمان زيادة تمام هسا قضية انه يقيص عملية انه هو purity or impure او high degree pure low degree pure الاخير بتتم على اساس مجموعة قوانين هاي القوانين انا بدي اشتغل عليها في الالكورثم تبعتي بيعطيني نتيجة انه هو هذا النوت هو pure or impure او high degree impure يعني خمسة بخمسة معناته معناته هو very very او impure high degree impure لكن اذا اعطت مثلا 9th 1 معناته low degree impure او high degree pure high degree pure هس هاي القضية انه يحدد انه هي impure حتى على اساس يصير عندي leave note او splitting في هاي الشجرة التي في عندي مجموعة قوانين في عندي اشي اسمه جني وفي عندي اشي اسمه entropy وفي عندي اشي اسمه miss classification error انت مخير انك تشتغل على واحدة من هذول الثلاثة لكن افضلهم الجني افضلهم الجني في عندي كمان entropy وفي عندي miss classification error على اساس هذول الثلاثة ممكن تختار طبيعة الخارزمي على ايش نشتغل بس بدك تنتبق انه انا بعد ما اطنع الجني طبعا الكلام انه احكي يمكن شوي advance هنطبقه هننحط عليه مثال اليوم محاضرتنا شوي طويلة بتكلم تحملوني لانه في شوية mathematical equation بنحدد على اساس شيان الجني واللي على اساس انه بدأ طلع ال بيقول لك compute impurity measures P before splitting اي بمعنى اخر هو بيقصد انه انت اعمل عملية حسابية لل parent لل parent حسا بعد ما تعمل عملية حسابية لل parent طلع ال weight من الشاين ف compute impure measure M يعني طلع ال weight after splitting اللي هما child after splitting يعني الابناء التابعين الاب عسا ال M يعني طلع ال weight بعد ما طلع ال weight نقصه من parent من قيمة parent عشان اعطيك ايش بيحكوله gain فانا حيطلع عندي gain بناء على العملية الحسابية اللي بتصير في الجني فكل مكانت كل مكانت قيمة gain هاي كل مكانت قيمة gain قليلة قليلة يعني قليلة رح اقول هي very pure أو high degree pure أو low degree impure كل مكانت قيمة gain اعلى يعني كل مكانت قيمة gain اعلى هذا حيقدي انه اكيد يعني اذا كانت القيمة gain اعلى هذا بعطيك انه اصلا قيمة قيمة هي كانت اصلا قليلة فالgain اللي عساسه هقول والله يعني الجain هو بيعطيك أو الجين بيعطيك انه هي pure أو impure والgain بيقارن ما بين two nodes لانه انا لما ابدأ اعمل splitting حيكون في اندي two nodes فحقارن الجين في النود الاول مع الجين في النود الثاني واقول كل ما كانت القيمة اقرب الى one هقول والله هاي is very pure عن مثلا الجين الثاني هنشوف طبعا امثلة كثيرة هيطلع كيف عندي هنا مثلا الroot node هما هو الاب الاب ستفرع منه two nodes هتطلع الويت او الجين او اطلع من خلال الجين للنود الاول والويت من خلال الجين للنود الثاني على اساس الان هنقص الاب من النود الاول بعدين اقرر اقرر من النود الثاني وعلى اساس هنقص الجين وكل ما كانت قيمة الجين هنا اعلى هذا هيقدي انه الجين هيكون اقل فحيعطيك نتيجة انه هي is very pure طبعا نشوف كيف يعني كيف يعني هذا المثال خلينا نحط مثال مثال عليه مثال عليه كيف بتم عملية استخراج هاي مثلا تطلع كيف لما تقول لك مثلا zero six يعني هي very pure فحيعطيك gain قليلا one five يعني اوكي يعني هي low degree pure هون يعطيك كمان low degree pure هون يعطيك high degree pure لانه كل ما وصلت الى most كل ما كانت يعني impure يعني هي مش نقية فحطر اعمل splitting طبعا هعطيكم الآن هنطبق مثال كامل على هي التي قاعد تصير تمام طيب خلونا مثلا نطبق نطبق مثال هيك شامل انا بدي مثال شامل مثال شامل اطبقه على اساس قانون القني على اساس قانون القني ونشوف كيف اشوف بالله اذا في انجي هنا اه خلينا نطبق هذا هذا مثال كامل هاي عندي هنا ن one يعني النود الاول وهذا النود الثاني والله خلينا اخذ هذا وب ها هاي paint وافرجيكم كيف يتم عملية الحسابية هذا هذا تمام وخلينا نجيب الاب اللي هو هذا هاي copy وبيدي اياك تركزوا معي فيها مظبوط اعتبروا هذا الاب تمام اعتبروا انه هذا الاب وهذا النود الاول يعني الاب هذا طلع منه الان ايش هاي هذا الاب الاب put note بحكوله طلع منه two note الان هاي الان هي هون والان هي هون هاي هي هاي فهمتوا علي كيف زي هاي خلونا نطبق على هذا نفس اول اجراء بدي اطلع الجني تمام الجني لا ال بير هسه في قانون يا شباب انتبوه في قانون للجني وفي قانون لمين للجين طيب شو الجين equal equal البي يعني الـ parent ناقص الام ناقص الام الام هو الويت اللي رح يطلع هنحكي عنه هنحكي عنه طيب نشوف كيف نطلع الـ parent الـ parent يا شباب كيف بتلمح حسابها بيقول لك انه انا عندي سبع على سبع على مجموعة القيم سبع على مجموعة القيم يعني خلاني نقول هنا انا عندي سي 1 سي 1 equal سبع على مجموعة القيم كديش يعني يعني سبع على 12 سبع على 12 هسا سي 2 سي 2 يساوي يساوي خمسة على مجموعة القيم يعني خمسة على مجموعة كم 12 فراح اقول هنا 5 على 12 كم هيطلع عندي هيطلع عندي ببساطة هحسبهم يعني طريقة الحسبة او الجيني الجيني الجين يساوي اللي هو 1 ناقص ال P لل C 1 ناقص طبعا P لل C 1 تربيع مرفوع لل power ناقص P لل C 2 مرفوع لل power على اساس هيطلع عندي الجيني اللي هي القيمة هاي القيمة هاي اللي هي هاي فراح نقول equal يعني 1 ناقص P اللي هو 7 على 12 الكل تربيع ناقص اللي هو 5 على 12 الكل تربيع كم يساوي خلينا نحسب ه بالله على ال 1 1 ناقص نفتح قوس 7 تقسيم 12 سكر القوس تربيع تربيع ناقص يفتح قوس 5 تقسيم 12 سكر القوس تربيع يساوي اللي هو القيمة هاي حقيقة هي قريبة جدا لا هو الرقم هذا هاي الجواب فهو بيعطيك ايش هنا 0 point four eight six هذا هذا اسمه الجيني هو الجيني لمين هو الجيني لا البي للأب للبي للبي الجيني للبي تمام هاي الجيني للبي عشان هيك طلع هذا الرقم هيك الرقم طلع زي هي هو نفسه هذا نفسه بالزبط طيب الآن طبعا قانون الجيني انا بعرفي ممكن سبكت عنه انتو مش انه هو هاي one ناقص ناقص تربيع لكن تفسيرها هي كان موجود عندي في القانون اللي موجود عندي اعتقد هو موجود عندي هاي هاي ناقص في القيمة تربيع هيك يعني one ناقص p of c one تربيع ناقص p of c two تربيع خدوا خدوا هذا القانون طيب الآن انا شو بدأ اسوي خلص طلعت الـ parent خليته على جن الآن بدي ابلش اشتغل على النود الاول والنود التاني من هذا الـ parent فراح اقول خلين اشتغل على النود الاول وبرجع للنود التاني فراح نقول هنا انه انا عندي c one انا بحكي طبعا عن النود الاول النود الاول c one شو يساوي يساوي خمسة على ايش خمسة على ستة فراح اقول هنا خمسة على ستة فب c two شو يساوي يساوي ايش لهو c two يساوي يساوي واحد على واحد على ستة طب شو قانونها طبعا راح نقول هنا الان القيني لمن القيني لا الان يساوي واحد ناقص اللي هو خمسة على ستة مرفوع للباور ناقص واحد على ستة مرفوع للباور شو راح يكون الجواب الله خلينا جاوب يعني اشتغلوها واحد ناقص خمسة على ستة مرفوع للباور ناقص ناقص نبتح هنا قوس واحد على ستة مرفوع للباور شو يساوي يساوي هنقول هنا خلينا نقول مثلا خلينا خلينا نقول هنا يساوي zero point two zero بس اتأكد اذا القيم عندي هنا في المثال تابعنا هل انها قريبة جدا من يعني زي ما انا ذكرتم لانه هذا يعني لسه جديد بقرأ فيه بس هو نفس المبدأ اللي احنا نشتغل هذا مين هذا الجيني للان ون طب نروح نقول طلع الجيني للان تو للنود الثاني فراح نقول هنا c one شو يساوي اثنين على القيم اللي هي اثنين على two اثنين على ستة c شو يساوي اربع على ستة فراح نقول هنا four على six ايو الجيني اه الجيني خلينا نحط اللون الاحمر هسا الجيني لا الان تو نود الثاني يساوي واحد ناقص طبعا اكيد هيكون عندي ال c اي بمعنى اخر واحد ناقص اثنين على ستة الكل تربيع ناقص اربعة على ستة الكل تربيع كم يساوي خلينا نحسب كمان نقول هنا واحد ناقص نفتح ونقص اثنين على ستة الكل تربيع ناقص ناقص نفتح اربع تقسيم ستة الكل تربيع كم يساوي يساوي زيرو بوينت خلنقول فور 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 ها يساوي زيرو بوينت فور 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 هاي ايش هاي خلينا نقول هي النوت الثاني وهذا الجواب وينه الجواب اللي طلعنا هذا حيكون هو جواب للنوت الاول انا ايوة بس اريح ايدي لانه شوي الآن شو بدأ اسوي هاي اشتغلت على الاول طلعت النوت الاول طلعت طلعت الجيني للنوت الاول والجيني للنوت الثاني وطلعت الجيني للبيرنت الآن بدي اطلع الويت ليش الويت عشان اضربها في الام يعني يعني اضرب اناقص البييرنت من الام كيف ممكن اطلع الويت هيا نشارح عنه هنا قيل انه انا في عندي 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 ويت خلينا نشوف وين حطيناها وين حطيناها يا ربي ايوة هاي بقولك الام هي عبارة عن الويت الوزن لمين الوزن اي بمعنى اخر طلع للويت للأبناء عشان هذا الويت اتنقص من الفيرنت فكيف ممكن احنا نطلع الان الويت راح نقول عندي انا الويت خليها مساحة لفوق هيك عشان نميز بين شغلنا راح نقول انا عندي الويت الويت تساوي كيف بتتم شوف كيف بتتم الويت الشباب تساوي اللي هي بقول مجموعة القيم اللي هون على كل اش يعني كيف يعني اذا راح اقول هنا 6 على 12 ضرب النود الاولاني جواب النود الاولاني اللي هو 0 point 2 7 8 زائد النود الثاني مجموعة قيم النود الثاني على كل اشي كم مجموحهم مجموحهم 6 2 و 4 6 6 على كل اشي ايد معنا اقر 6 على 12 فرح اقول زائد اللي هما 6 على 12 ضرب ضرب النود الثاني اللي هو 0 point 4 4 4 كم هيطلع عند الويت خلونا بالله نحسب ها نحسب نقول هنا الان 6 6 تقسيم معش ضرب ضرب 0 point 2 7 8 زاد 6 تقسيم معش ضرب 0 0 point 4 4 4 4 كم يستوي اعطاني الجواب اللي هو 0 0 3 6 1 3 6 1 وهذا الجواب هو قريب جدا لهذا الجواب هو نفسه هذا الجواب هو نفسه هذا الجواب 0 0 0 0 6 1 الان شو بدي اسوي بدي اطلع الجين وقانون الجين الجين قانون الجين equal اللي هو البي الاب نتيجة الاب اللي هي هاي ناقص اللي مين اللي هو الام الويت اللي أنا طلعتها ناقص الام إذن رح أقول equal اللي هو ايش 0 point 4 8 6 minus اللي هي 0 point 3 6 1 equal نشوف مع بعض كم رح يطلع عند الجواب 0 اه 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 اوكي اوكي 0 point ناقص بعطاني هنا الجواب 0 point 1 2 اعتقد اه 5 هذا الجواب بعطيك indicate كل مكان الجين عالي اه كل مكان is very pure كل مكان الجين عالي كل مكان فأنا بتأكد انه الجواب اللي حيكون هون هو مطابق تماما للمثال اللي احنا اخذناه بالظبط زي ما هو موجود فالجين الآن طلع عندي 0 point خنقول 1 to 5 فهذا بعطيك indicate انه كل مكان قيمة الجين عالية كل مكان قيمة الجين عالية كل مكان قيمة الجين كل مكان قيمة الجين اقل كل مكان قيمة الجين هي اقل تمام هنا هاي المثال هذا بيقول لك انه يعني بناء عن الجين شو انت بتحكي والله بيقول انه هاي المنطقة يعني هاي يعني اوكي يعني منطقة كثير نقية فيها نقال هاي يعني خلينا نقول مثلا يعني low تقدر تقول مثلا انه هي high degree pure مثلا يعني اكيد رح اقول اكيد اللي هي الكعقاي هاي على بناء على family sport طيب اه هذا بيحكي عن موضوع annual income اذا تذكروا لما قلت لكم هذا المثال يعني هو الشابك مع المثال اللي قبل شوي اللي انا شرحته فانا شرحت تفاصيله كاملة ما رح اطرقله هنا اعتقد هو مثال ثاني شو بيحكي عندي هنا انه بناء على annual income اه يعني هو قاعد بيحسب الخوارزمية على موضوع القيني اه على موضوع القيني على موضوع القيني بناء على الخوارزمية او بناء على مثال اللي انذكرت قبل شوي انه هو home owner ال annual income الى اخرين يعني على اي سطلع عندي هذا الرقم هو 0.33 كيف طلع عندي هذا القيمة ببساطة جوابها يعني واضح وبسيط خليونا بالله كمان نحلها عشان يعني نشوف كيف تطلع عندي هاي القيمة وعلى اساس اي اساس طلع عندي يعني كيف بطلع عندي هذول القيم هذول القيم هذول كيف طلع لو ما بعض نشتغل مع بعض بدي ياكو انتو معي كمان اتحاول اتجاوب قبل ما انا اجاوب على هذا بس انا بدي اياكو انتو تحلل ما تكتب على ورقة وقلم كيف طلع عندي هذا الجواب وعلى اساس ها بتجاوب على سؤال اللي انا يعني على الجواب اللي انا هجاوب حلو انتو لحال كم تمام و بنفس الوقت خلينا اخذ بالله هذا على جم خلينا اخذ هذا على جم هحل انا بس انتو وقفوا الفيديو وحاولوا جاوبوا كيف طلع عندي هذا الاشي كيف طلع هاخذ كوبي وحل انا لكن انت وقف الفيديو وحل وبعدين على اساس وبلش قارن الجواب اللي انا ذكرت لك اياه تمام طيب هاي عندي هنا انا الان بدي احل وانت حل لحالك وبعدين شغل الفيديو وكمل اسمع وشوف كيف ممكن بتهم حل هذا الجواب خلينا نقول انه هاي c1 وهاي c2 مثلا هاي c1 c2 وشوف كيف هاي c1 راح اقول طبعا هون هو معتبر كيف انه في عندك 2 نوت هذا نوت وهذا نوت فخلينا نقول هنا c1 equal is 0 على 3 هاي تمام عفوا عفوا خلي هاي c1 وهاي c2 خلينا نشطب هذا طبعا يعني انا وياكو راح نحل انا راح احاول احلله لان انا اصلا كمان ما اشتغلته فبدي احاول احلله معكم بالفيديو واشوف كيف نحل لانه هو اعتقد مش حط حتى طريقة الشرح كيف صار لكن بدي احل انه يكون حلله مع بعض ونشوف ان شاء الله ان يكون الجواب مع هذا نفس هاي هي القيم 0 على 3 هاي c1 وهس عنا 0 على 3 و c2 c2 تساوي 3 على 0 ها لا 0 على 3 0 على 3 وهي هتكون 3 على 3 يعني 3 على كل القيم 3 على 3 اذا بدي احل هنقول هنا p1 equal هنقول هنا 1 minus p c1 طبعا تربيع ناقص أو minus p c2 تربيع الجواب ببساطة هيكون عندي بهذا المكان اللي هو 1 minus هي 1 minus 0 على 3 اكيد هتكون عندي 0 minus اللي هو 3 على 3 تساوي واحد طبعا 0 تربيع 0 1 تربيع 1 1 minus 1 فهذه الصف عندي الجواب اللي هو ايش القيم هي 0 طيب خلينا الآن شو اقول احلل c2 ثانية سنقول هنا c1 equal 3 على كل القيم اي 3 على 7 و c2 تساوي اللي هي 4 على كل القيم فراح نقول هنا 4 على اللي هي 7 طبعا ال p2 راح نقول هنا equal او الجني عفوا جني انا خربطت يعني واحد مع هذا خليها جني هاي جني بس 2 هنقول هنا 1 minus اكيد ال هي 3 على 7 مرفوع لل power minus اللي هي ايش احنا هنا هاي 3 على 7 هاي لازم تكون 4 على 7 الجواب هاي لازم تكون شوء اي 4 على 7 بس يبدو انه انا خربط اربعة سبع اذا هيكون عندي الجواب هنا بس تاريو هيكون عندي الجواب ناقص الهو 4 على سبع تربيع هنقول هنا انه انا عندي الجواب هذا بس خلينا انا احسب على ال الحاسب ال الحاسب هاي موجود عندي 1 minus نفتح الوقوف 3 على 7 كل تربيع مرفوع للقوة minus 4 على 7 8 مرفوع للقوة هاي يعطيني اعطاني هذا الجواب equal equal zero point four eight nine eight اتأكد كمان الكالكوليتور هنا ممكن يعطيني نفس الجواب لانه في function بس اتأكد هنقول هنا واحد minus ثلاثة على 7 مرفوع للقوة minus 4 نفتح قوس minus نفتح قوس 4 على 7 مرفوع للقوة شو يساوي نفس الرقم نفس الرقم هاي اعطاني هنا zero point four eight nine اوكي وهنا لانه قرب لانه صافي تقريب فصار يعني هذا الرقم هو الصحيح هذا الامين هاي هذا القني الاول هذا القني الاول وهذا اللي هو اللي هو القني الثاني هاي القني الثاني الشو تمام الآن خلينا نطلع القني او نطلع ال 우� patron ونشوف شو راح يطلعين دي راح نقول هنا الآن مجموعة القيم هي هنا ثلاثة على كل القيم ها ثلاثة ها هذا هذول ثلاثة على كل القيم اذا ثلاثة على كم ثلاثة على عشرة راح نقول ثلاثة على عشرة تمام ضرب ضرب قيمة القيمة الاول اللي هي زيرو زائد كل القيمة من هنا ايش سبعة على عشرة ضرب قيمة القيمة الثانية اللي هي زيرو كم هيطلعين دي جواب خلينا بالله نحسبها مع بعض هون ها هل هيطلع الرقم نفس هذا الرقم نشوف هنقول هنا الآن ثلاثة على عشرة ضرب زيرو زائد سبعة تقسيم كل ضرب زيرو 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 شو حيطلع عندي الجواب فالجواب اللي طلع عندي هاي الجواب اللي طلع عندي طبعا قرب يعني الثمانية حتزيف حيصر عندي زيرو بوينت تري فور تري فهو هذا هو الجواب فحيكون عندي هنا زيرو بوينت تري فور تري على أساسه هنا بقدر الآن أحدد كم أنا هو هاد طبعا هذا الجواب هو هاد أيها هسا على أساس طبيعة الماتماتيكال اللي قاعدة بتشتغل عندي في الديسجن تري على هذا الماتم تشتغل الآن هاي طلع كمان القيني للتاني بعدين القيني لهم كلهم حيطل عندك وين بري بيور يعني وين أقل قيمة من هذولا بيور يعني نقية فعطاني هو عامل اندرسكور تحت هذا المكان فهي بري بيور فهم يعني هون مش حطين شرح حتى في الكتاب مش حطين شرح لكن أنا حللتها يعني حبيت احللها ونوضحها في الطريق. الطريقة المناسب طبعا في أكثر من طريقة ممكن أنا أشتغل عليها أطلع فيها المعادلة مش بس كيني في عندي انتروبي نفس المبدأ بس الاختلاف أنه أنا في عندي لوق يعني راح أقول البي لسي ون القيم يساوي زيرو بعدين ون فرح أقول ناقص زيرو لوق الزيرو ناقص ون لوق الزيرو ناقص ون لوق الزيرو فحيطل عندك زيرو وهكذا بس القضية في النوع في الانتروبي بتختلف شوي عن عن الجيني الانتروبي كل يعني أعلى قيمة فيها أعلى قيمة فيها هي ون وهي بتكون إمبور بينما الجيني أعلى قيمة فيها مص وبتكون إمبور يعني إذا كانت في الانتروبي النتيجة إيكوال ون إذن هي وإذا كانت في الجيني في الجيني إيكوال مثلا مص حتكون إمبور كل ما كانت أقل طبعا حتكون إيش بيور تختلف يعني طبعا الثنتين كل الثنتين كنت بشتغل على الانتروبي او كنت بشتغل على القيني الثنتين كل ما كانت القيمة اقرب الى الزيرو كل ما كانت بيور اي بمعنى اقرب كل ما كانت اطفل فمبدأ عملها الانتروبي نفس القيني بس الاختلاق بان انا في عندي لوج يعني هيكون عندي بطلع القيم هاي 0 1 حقول ناقص او ماينس 0 لق 0 ناقص 1 لق ال 1 حيطل عندي القيمة ومبدأ الثاني نفس المدد فيه كمان اشي اسمه اللي هو اشي اسمه غير الانتروبي في عندي اشي اسمه اه هذا القين انه اخر اشي لما ننقصهم من البي من الام البي من البي من الام طبعا نفس المبدأ الشرح كله مكرر نفس المبدأ نفس التفاصيل يعني قاعد بيحاول يوضح بشكل بشكل مبصل اكثر في عندك كمان غير الانتروبي في اشي اسمه اللي هو الا beans للا تنقطات حلان هل انها موجودة اذا موجودة انه هنا اررر هاي هايان ان معي هاي ارتر حيام بح الايرر مبدأها يعني اذا ان تختلف عملية كمبيوتشنال اه بطلع السي وان بطلع السيتو بس بتتنقص بنائعمة على الماكس يعني بتقول one ناقص ماكس ما بين 0 و 1 فالماكس أكيد حتكون 1 فراح أقول 1 ناقص 1 equal 0 ها هنا مثلا 1 على 6 و 5 على 6 فراح أقول 1 ناقص ماكس أي الأكبر 1 على 1 على 6 ولا 5 على 6 أكيد 5 على 6 فراح أقول 1 minus 5 على 6 فبعطيني مثلا 1 على 6 لاحظتم كيف؟ هنا الارر 1 ناقص الماكس 2 على 6 ولا 4 على 6 أكيد 4 على 6 فراح أقول 1 minus 4 على 6 فأعطيني مثلا 1 على 3 نفس المبدأ بس إنه طريقة الماثماتيك والاكويتجينال تختلف شوي ولكن نفس الجواب يعطيك إنه من خلاله نطلب إنه هو impure ولا pure أعتقد إحنا هيك يعني خلصنا الجزء الخاص في هنا أذكر لك أنه هي يعني هي بتتفاعل مع قضية الضوضاء اللي بتصير في موضوع إنه هي مشكلتها ومن أهم مشاكلها إنه ما بتأخذ في علم الاعتبار موضوع علاقة الفيشيرز مع بعض البعض تمام فبيعطيك يعني ممكن ما يعطيك دقة أكثر لكن إنه أنا إذا كنت بتعامل مع داتا سيت بتعامل مع داتا سيت طبيعتها اتفاجنا عليها أنا ممكن مثلا إنه أنا أتعامل مع يعني مثلا عندي هنا مثلا آريا مثلا تمام وأنا مثلا بتعامل مع مساحة أو مع بيت أو إلى آخره وعندي مثلا أنا بدي أقول والله إنه أنا عندي مثلا آآ هل إنه هو أكبر من آآ مساحة مثلا هنا آآ أكبر من آآ ميت متر أو هو أقل مثلا من آآ ميت متر طب إذا كان أقل منällt متر آآ شو إذك آآ آآ هل إنه مثلا شو حيكون سر إذا كان أكبر من다 متر حيسين عندي مثلا إنه هو مثلا سعره مثلا خمسين ألف لكن إذا كان أقل من ملي متر سيصير في إعتبارات ثانية أنه أنا مثلا عدد الغرف كم إذا كانت هنا عدد الغرف أكبر من خمس غرف أو إذا كانت أقل من خمس غرف هل إذا كانت أكبر من خمس غرف سيكون هنا سعره مثلا ثلاثين ألف مثلا طيب إذا كان أقل من خمس غرف طيب هل إنه مثلا مثلا كم عدد مثلا خلينا نقول مثلا هل إنه مثلا هذا البيت مثلا عندك مساحات الغرف مثلا هي هذول الأقل من خمس غرف هل مساحاتهم كبيرة ولا صغيرة فحيكون في عندك فعلى أساسهم على هذا الأساس مثلا حيكون سوره مثلا عشرين أو ثلاثين ألف أو إلى آخرين هسا هذا اسمه ليب نوت ليب نوت ليب نوت لكن هو في النهاية قاعد بعطيك شو قاعد بعطيك توقع قاعد بعطيك بريديكشن تمام قاعد بعطيك بريديكشن حتى لو كنت أنا بتعامل مع كنت جنواز نمبر فاق هي بتشتغل مع الكلاسيفيكيشن وبتشتغل مع ومن التكنيكات اللي للأمانة رائعة جدا لكن في أفضل منها شو الأفضل منها؟ إنه أنا في عندي حصية جديدة وتكنيك أو موضل جديد اسمه لأنه قلت لكم بالمحاضرة الماضية إنه تهتمت على مبدأ يعني أنا كم بدي نوت من هاي الشجرة كم بدي نوت من هاي الشجرة لكن تهتمت على مبدأ إنه أنا كم بدي شجرة وكم بدي نوت من كل شجرة موجودة عندي آه تمام؟ لكن الشاهد من الأمر إنه أنا حبيت أوضح لكم اللي قاعدة بتشتغل عندي في الهونست الالغورثم وهي بتعتمد على مبدأ القني أو الانتروبي والمسكلاسيفيكيشن لكن بالعادة أكثرهم أكثرهم بيستخدموا القني بيستخدموا القني المحاضرة القادمة إن شاء الله يا شباب إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة هننطلق للكود كيف نطبق القود هجمع أجيب داتا ستكويسة وأرتب كود مرتب نستخدمه مع الكلاسيفيكيشن وكود ممكن كمان نستخدمه مع الريجرشن في المودلز تبع للحديث تلقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة نشوف كيف نطبقهم أتمنى لكم التوفيق والله يعطيكم العافية أتما سامحونا على الإطالة بهذا الفيديو لكن أنا بحاجة أني أوضح الماثماتيكال والإكويجينال اللي قاعدة بتصير عندي في الدس جيمتري تحياتكم جميعا والله يعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله